ان المشهد بيبين او بينبق ان الاقبال على الانتخابات حيكون كبير انا بقولها لكم ليه في اربع مرشحين بس في تنظيم بجد انا نزلت النهاردة وروحت انتخب وقلت انا اعمل ايه اعمل انتخاب في اول يوم وان انا حروح بدري وروحت فعلا كنت في لجنيدي الساعة عشر عشر ونص وهي لجنة جنب شرع مصطفى شردي يعني انا اقمتي جنب شرع مصطفى شردي في المنطقة اللي واقعة ما بين منطقة الصحفيين ومئة عقبة اربع خمس لجان جنب بعض او مراكز اقتراعية وفيهم عشرة مثلا عشر سندوق او اتناشر صندوق في لجان المختلف التكدس اللي انا شفته بيؤكد ان هناك استعدادات لحجد الناس طبعا حطولك حتقول لي دي الطريقة القديمة ده كذا ده كذا انا اللي عايز اقوله لحضراتكم جميعا ان اللي انا شفتوهم واقفين يمكن انا اللي شفتوهم بشكل واضح جدا جدا المجموعات بتاعة مستقبل وطن وهتدعم حملة المرشح عبد الفتاح السيسي شفت احزاب اخرى وشفت ايضا وده الحقيقة حزب الشعب الجمهوري لم اكن اتخيل المشهد الخارجي انا بوريكم المشهد الخارجي اللي خارج النطاق فقلت اكيد بقى لو انا هخش جوا ولا ما هدخل جوا الدنيا هتبقى مختلفة وحنشوف بقى بحاجات زمان مفيش الكلام ده في ناس برا ايوا في ناس بيقولولك اتفضل طب نشوف طب بطاقتك ايه طب نقولك اللجنة الناس جاية انا داخل عارف لجنتي ببطاقتي عارف رقمي في الكشوف الانتخابية ايه وده من على الانترنت وجبته في نص دقيقة فداخل عارف انا موجه ورايح فيه احنا بنقول لكم الصور من كل حتة دلوقتي وانا بتكلم مع حضراتكم ولكن اللي انا عايز اقوله لكم ان هذا المشهد الانتخابي من اللجان اللي احنا بننقل لكم عبر قناة الحياة منذ الصباح الباكر بيؤكد ان هناك اقبال مرتفع حيكون في هذه الانتخابات خلينا نقل بكم على طول بسرعة جدا على مشهد اخر وهو داخل اللجنة الانتخابية داخل اللجنة الانتخابية انا لقيت انا وقفت في طبور يعني انا وقفت قدامي 3 ا4 كانوا جوا اللجنة العاضي بيدخل 2-2 3-3 وقفت في طبور وكان وراي ناس تانية اجد وشفت ناس كبيرة السن شفت واحدة تصطحب والدها وهي يعني مش صغيرة ولا والدها وصغير وبعدين لما قلت لهم على باب اللجنة طب اسمحوا لي اخش معاه لانا ااسف مش هقدر ولكن ما تقلقيش وقامل قاضي بنفسه استلم الراجل وقال له تفضل وادخل وانا هساعدك واخده علشان يدلي بصوته بعد ما خلصت الادلق بصوتي فجئت وكان هذا النقاش ما بيني وما بين القاضي انه لازم تحط اصباعك لغاية تغمره العقلة كاملة في الحبر السري اشتركوا في القناة